بس أنا أبعا أساس الناس يتابعوني لأن كل فروسهم كورونا يعني أنتوا كيف تعاملتم مع هذا الموضوع أو أنتوا يعني الله يحميكم أساسا أنتوا عرضا أيضا لكن أكيد ما أخذنا احتياطاتكم هل ينصح بي أنه ما أحد يزور عيادة الأسنان في الفترة الحالية هل في خطر على المريض وعليكم ما في شك طبعا حنا حطينا نظام وأعتقد كل عيادات تعمل فيه اللي هي فحص ترجل حرارة المريض وبعدين فيه كده استبيان يكتب فيه هل تم أنه سافر في المدة اللي مضت هل فيه أحد من العائلة تعرض لأي مسأل مرض أو ارتفاع في درجة الحرارة عشان بس حماية للمريض نفسه حتى اللي يشتغلون في العيادة طبعا حاليا أوقفنا العمليات الاختيارية اللي هي الاكتب سيرجيري فقط طوارئ إذا المريض جاء بألم أو طوارئ أو إذا مريض عنده فك خيوط مثلا من قبل فحاليا لمدة أسبوعين أوقفناها إلينا نشوف يعني إيش النتائج اللي نبعينا فما أعتقد يعني حاليا وازل أنه بالذات طبيل الأسنان قريب مرة من المريض صحيح يعني أقرب شيء يعني بعض اللي حين في جراحة تحس نفسك داخل جوافة من المريض صحيح بعض العمليات الدقيقة فهذه خطر يا الله تعبتونا سنين أيوة أيوة يعني تحس حنا في الجراحة تحس يعني داخل فشوية خطر علينا بعد نحن نقول دائما أنت المريض تشوف الطبيب بس الطبيب يشوف عدة مرضى فالخطر علينا كذلك أكثر فحدنا منه أعتقد كل يادات التزمت بكذلك فقط للطوارئ ترجمة نانسي قنقر